موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجز الرابعة من قناة المرابطون أهلا بكم يشارك زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن والمحمد والرئيس الدوري للمنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد الداداه في منتدى الجزيرة السنوي المرتقب تنظيمه بعد أيام في العاصمة القطرية الدوحة أصدرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا قرارا يقضي بتوقيف الصيد الصناعي إذانا ببدء الراحة البيولوجية لمدة شهرين القرار الذي وصف بالمفاجئ يأتي قبل أسبوعين من توقيف مرتقب للصيد التقليدي كما يأتي وفق مصادر في وقت كان ينتظر فيه تمديد الراحة البيولوجية للصيد الصناعي إلى غاية منتصف شهر مايو خرجت عشرات النقابات والهيئات العمالية يوم أمس بالعاصمة واكشوت بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لعيد العمال المشاركون في المسيرات رفعوا لافتات ورددوا شعارات مختلفة طالبوا من خلالها بإيجاد حلول للمشاكل التي يقولون إنهم باتوا يعانون منها دعا نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم وللمختار السالم إلى ضرورة احترام الصحفيين من أجل القيام بمهنتهم ولعب دورهم على أحسن وجه وندد وللمختار السالم في كلمة ألقاها خلال تخليد نقابة الصحفيين الموريتانيين لذكرى اليوم العالمي لعيد العمال ندد باستغلال البعض مهنة الصحافة للبحث عن أغراض خاصة رغم أن لا علاقة له بالمجال وفق تعبيره قالت مصادر إخبارية إن المجتمع الدولي يحاول فرض حركات الحركات المنضوية تحت لواء منسقية الحركات الزوادية من أجل التوقيع على مقترح الاتفاق الذي تقدمت به الجزائر لإحلال السلام في الشمال المالي والمقرر عقد مؤتمر بخصوصه في العاصمة المالية باماكو منتصف الشهر الجاري لكن الحركات الزوادية ما تزال ترفض التوقيع عاد مهاجم نادي زمزم إبراهيم خليل بعد غياب دام سنة عن الملاعب الموريتانية وفي أول ظهور له مع ناديه سجل هاتريك في مرمى نادي الجيش الوطني خلال الجولة المنصرمة من الدور الموريتاني لكرة القدم يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة السادسة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله أهدمتم في أمان الله اشتركوا في القناة